فأقول للناس في ليبيا وفي غير ليبيا في السعودية وفي غيرها وأنا عندما أخاطب الناس وإنما أدين حكام السعودية ولا أدين شعب السعودية ولا شعب الإمارات فإنهم مغلوبون على أمرهم أقول للناس المعتمرين وللحجاج من حج مرة ومن اعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين يقتلونهم في اليمن ويقتلونهم في ليبيا وسيقتلونهم في السودان وسيقتلونهم في الجزائر وسيقتلونهم في تونس وكما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فسادا بأموالهم فمن حج ويعتمر مرة فحجه بعد ذلك وعمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما وعلي أن هذه الفتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله أقول هذا للشعب الليبي وأقول هذه جميع بلاد المسلمين من حج ويعتمر فلا ينبغي أن يحج ويعتمر ويدفع الأموال لحكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا بل عليه أن يدفع هذا المال للمجاهدين في بلاده والمجاهدين الذين يقتلون ويجاهدون وفصائل المقاومة في فلسطين الذين يدافعون عن أرضهم وعن مقدساتهم فإن ذلك هو الواجب عليه ولا يدفع المال لحكام السعودية ليعاونهم على الإثم والعدوان هذا واجب عليه من يفعله مليارات مئات الملايين تدفع لحكام السعودية تستعمل في الصد عن سبيل الله وتستعمل في قتل المسلمين وهم يصنفون فصائل المقاومة التي تقاتل اليهود وتقاتل الصهاينة يصنفها حكام السعودية بأنها إرهابية وكذلك تصنف العلماء الذين يصدعون بالحق ويتكلمون به تصنفهم بأنهم إرهابيون وتضعهم في السجون وتعتقلهم فهم خدام لحكام الصهاينة ويدفعون أموالهم بالمليارات لحكام الأوروبيين بالله عليكم من أولى بالرفاهية هل الشعوب الأمريكية والأوروبية ولا الشعوب السعودية والشعوب الإماراتية من هو أولى بالرفاهية والعيش الكريم هل هؤلاء الأوروبيون والأمريكان والرئيس الأمريكي يقول ذلك بصراحة وبلغة سمجة وفي احتقار للمسلمين وإذلال لهم يقول لهم بلساء الحال أنتم هذه الملايين وهذا المال اللي عندكم في السعودية لا تستحقونه أنتم لستم أهلا له أنتم مش أهل للمال هذا ولا للرفاهية ولا تعرفوا حتى كيف تستغلونه أنتم غلاد أعراب جلاف ما تفهموش كيف تصرفوا المال أعطوه لنا نحن نعلم نحن أصحاب العين والزرق نحن نعرف كيف نبني المصانع ونحن نعلم كيف نترفه ونعرف كيف نستغل المال ونستفيد منه أما أنتم فلستم أهلا له أعطونا أموالكم بليون 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 هكذا يقول بكل صفاقة فبالله عليكم كيف تذهبون وتتسوحون حتى العمرة من لم يذهب إلى العمرة إذا ذهب مرة واحدة لماذا يقيم شهر وينفق 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 هذه الأمور الطائلة النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته كان في عمرة الجائران ذهب ليلا ورجع ليلا حتى خفيت عن الناس وظن أنه لم يعتمر لماذا أنت تذهب إلى العمرة وتنفق في الفنادق الأموال الكثيرة الطائلة وتتسوق وتفعل وتدفع هذه الأموال لتعين أعدائك لتعين يعني من يقتل المسلمين بهذه الأموال على الناس يكون عندهم وعي وعندهم فهم وعندهم فقف الدين ويتبصر ولا يؤين الصهاين ولا عوانهم على أبناء المسلمين